هذا الاضطهاد أحبائي ما انتهاش عنده هذا الأمر فالمسيح يقول طوبة يا للسعادة يعني عم بهنق بيبارك له للشخص اللي بيمر في هذا الاضطهاد فإذن في بركات للاضطهاد منشوف قول المسيح عيروكم طردوكم افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات الشخص اللي بيضطهاد عنده مكافآت مستقبلية وبالسماء أحبائي فيه أكليل وفيه مكافآت وبركات يمكن ما نستوعبها وصعب الحديث عنها ثم أحباء الاضطهاد بيقوي إيماننا حتى تكون حياتنا أصفى وأنقى وأرقى بتصير لامع مثل الذهب وعلى فكرة إحنا منضطهد لأنه هذا دليل على أصالة شهادتنا وإلا ليش بيتطهدونا لأنه فيه إش بكلامنا فيه إش برسالة المسيح عم بأثر عم ممكن يسبب تهديد للشخص الآخر إذا عنده جهل إذا عنده ظلمة إذا عنده مشكلة أخلاقية إذا عنده كبرياء فطبعاً أنت بحال ما بتتكلم عن بر المسيح بيتهز الشخص الآخر فبدل على أصالة إيمانك أنك أنت في هذا النور نور المسيح عم تفضح كل أنواع الظلمة على فكرة يسوع اتحدى ثقافة عصره في هذه الأيام وعم بيتحدى ثقافتنا في هذه الأيام اللي بتمجد القوة والعظمة بتمجد العجرة فيه بتمجد الكبرياء بتمجد المسايرة والديبلوماسية والحلول الوسط بتمجد كل الأفكار يعني تكلم عن كل الموضوعات بحال ما بتتكلم عن خلاص المسيح وفداء المسيح كأنه صار فيه شوك كأنه صار فيه إشي يعني بيزدم الشخص الآخر أنه يسمع مع أنه بكل بساطة موت المسيح وقيامة المسيح تعبير عن محبة الله اللي قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباؤهم هذا الاضطهاد يعبر عن صدق إيماننا وعلى فكرة بقول افرحوا وتهللوا وطوب لكم لأنهم فعلوا بالأنبياء الذين قبلكم إحنا منشارك طبعاً الأنبياء الصادقين ومننضم إلى سحابة الشهود وهي السحابة رح تضلها إلى مجيء المسيح ثانيةً إنه في ناس رح تدفع الثمن تضلها تضطهد وتقتل من أجل المسيح إلى مجيء يسوع المسيح الاضطهاد بيرفعنا إلى مستوى أعلى إلى شرك أعمق إلى علاقة وطيدة مع الإله الحي بتفهم حضوره بتميز كلماته بيعطيك حكمة أنك تتحرك من خلال كل الظروف اللي هي ضدك في هذه الأيام طبعاً إن كنا نتألم معه نتمجد معه يقول الكتاب وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم إن عيرتم بإسم المسيح يحل عليكم روح المجد لأن خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية من أجل هذا نتحمل الاضطهاد والضيق وكل أنواع الآلام أحبائي مكتوب يعني أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر